بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم في هذا الفيديو سأشرح طرق القص والنسخ واللسق المختلفة في برنامج Word لعلك تعرف طريقة أو طريقتين أو أكثر منها أو ربما تعرف طرقا أخرى لا أعرفها تابع المقطع واكتب لي في التعليقات الطرق التي تعرفها الطريقة الأولى وهي الطريقة التي يعتمدها أجلب واستخدمي برنامج Word وهي طريقة القص والنسخ واللسق باستخدام شريط الأدوات أو مفاتيح الاختصار Ctrl-X للقص Ctrl-C للنسخ Ctrl-V لللسق هناك اختصار آخر لللسق نادر الاستخدام وهو مكافأة الاختصار Ctrl-V تماما هو Shift-Mack Insert كذلك يمكنك الوصول إلى تلك الأوامر القائمة المختصرة بنقل زر الماوس اليميني الطريقة الثانية تمكنك الطريقة الثانية من نسخ عدة عناصر والاحتفاظ بها في نفس الوقت فنسخ عنصر جديد لا يؤدي إلى اختفاء العنصر الذي نسكته قبلها يكون ذلك بإظهار حافظة Office بالضغط على هذا السهم الصغير الآن عند نسخ أي كلمة أو جملة أو أي نص طالة أو قصر أو أي صورة أو عنصر فإنه سيظهر في قائمة عناصر حافظة Office تمكنك حافظة Office من نسك 24 عنصر ولسق أي عنصر تريد في أي مكان بمجرد النقر عليه واسمها حافظة Office لأنها تمكنك من نسك ولسق المحتوى بين برامج Office جميعها فيمكنك النسك من Word واللسق في PowerPoint أو في Excel والعكس صحيح لكنها لا تمكنك من لسق العنصر المنسوخ خارج برامج Office الطريقة الثالثة رأينا في الطريقة السابقة أن حافظة Office تعمل ضمن برامج Office فقط أما إذا أردت النسك واللسق بين برامج Windows فعليك بحافظة Windows تظهر هذه الحافظة باستقدام اكتصال لوحة المفاتيح Windows مع V وهي تمكنك من نسك النصوص والصور والروابط ولسقها بين برامج Windows المختلفة مثلا هنا سأنسك عدة روابط وصور من مستعرض الإنترنت لألسقها في برنامج Word عند الحاجة إليها من الميزات الجميلة في هذه الحافظة إمكانية تسبيت عنصر أو أكثر من عناصرها مثلا إن كنت تعرف أنك تستخدم عبارة ما أو صورة ما بشكل كبير يمكنك تسبيتها في حافظة Windows بالنقر على هذه النقاط الثلاثة ثم نقر إضافة هذه العبارة ستصبح مسبتة في حافظة Windows حتى بعد إعادة إقلاع الجهاز ويمكنك لسقها في أي برنامج تريد متى شئت الطريقة الرابعة يمكنك نقل أي نص في برنامج Word إلى أي مكان تريد بمجرد تحديد النص وحمله إلى المكان الجديد مثلا سأنقل هذه الجملة إلى نهاية الفقرة أو إلى أي مكان آخر الأمر لا يقتصر على قص النص بل يمكنك نسكه أيضا بالنقر على زر Control أثناء حمل النص بالماوس الطريقة الثامسة تشبه هذه الطريقة كثيرا الطريقة التي قبلها لكنها تعتمد على لوحة المفاتيح إذ يمكنك تحديد النص الذي تريده مهما بلغه حتى وإن كان عدة صبحات ثم ضغط مفتاح F2 على لوحة المفاتيح لن تلاحظ أي تغيير بعد ضغطك على هذا المفتاح اذهب إلى المكان الذي تريد نقل النص إليه ثم ضغط Enter سيقوم Word بنقل النص من مكانه السابق إلى المكان الذي حددته كذلك لا يقتصر الأمر على القص يمكنك النسخ أيضا بتحديد النص الذي تريد نسخه ثم الضغط على مفتاح Shift F2 ثم الزهب إلى المكان الذي تريد نسخ النص إليه وضغط Enter يدرج Word نسخة من النص الذي حددته دون أن يحذف الأصل نقل النص بهذه الطريقة لا يؤثر على الحافظة أبدا أي إن كنت قد نسخت نصا إلى الحافظة باستخدام الأمر نسخ أو مفتاح الاتفصار Ctrl C فإنه سوف يبقى في الحافظة بعد استخدامك لهذه الطريقة ويمكنك نسقه متى شئت الطريقة السادسة باستخدام هذه الطريقة يمكنك نقل الفقرات والجداول والصور فقرة واحدة إلى الأعلى أو الأسفل في كل مرة تضغط فيها اكتصار لوحة المفاتيح Alt Control مع سهم للأسفل أو Alt Control مع سهم للأعلى هذه الطريقة شرحتها بتفصيل وافن في فيديو سابق في هذه القناة عنوانه تعلم Word نقل الفقرات والجداول والصور بأسرع طريقة وداعا للقص واللص هذا الفيديو يظهر في بطاقة يوتيوب أعلى الشاشة الآن وسأضع رابطه في وصف هذا الفيديو وهي طريقة رائعة أنصحك بمتابعة المقطع الطريقة السابعة إن كنت قد استخدمت أنماط العناوين في تنسيق عناوين مستندك أو إن كنت قد استخدمت مستوى المخطط التفصيلي فإن جزء التنقل يظهر لك ما يشبه المخطط الهيكلي لمستندك أو لنقل خريطة المستند كما كان يسمى في الإصدارات القديمة يمكنك الوصول إلى جزء التنقل بالضغط على Ctrl F أو بنقل الأمر بحث في الشريط الرئيسي أو بتفعيل خيار جزء التنقل من قائمة عرض عندها يمكنك حمل أي عنوان ووضعه بعد أو قبل أي عنوان آخر في هذه الحالة سيقوم Word بنقل العنوان وكل ما يندرج تحته حتى وإن كان مئات الصفحات إلى المكان الجديد وهي طريقة رائعة ومختصرة جداً لإعادة ترتيب مستندك هذه الطريقة نادرة الاستقدام جداً جداً وللأمانة لا أعرف أحداً يستكدمها لكنه خيار دفين في Word قد تجد فيه أنت فائدة عظيمة لنفترض أني أقرأ هذا البحث وأريد أن أقتص بعض الجملة أو المصادر أو الأحاديث منه وألسقها في ملف جديد لأبدأ بحثاً جديداً مثلاً عند تحديد كل جملة أو فقرة أو أكثر أضغط Ctrl F3 Word يقص النص المحدد دون أن يؤثر ذلك على الحافظة ثم عندما أنتهي وأريد أن أحصل على ما قصصته أضغط Ctrl Shift F3 في هذا الملف أو في ملف جديد يقوم Word بتجميع ومراكمة كل ما قمت بقصه ويلسقه دفعة واحدة هذه الطريقة ليست مقيدة بـ 24 عنصراً كما في طريقة حافظة Office وهي موجودة في جميع إصدارات Office الحديثة والقديمة لكن مشكلتها أن Word يقص النص المحدد ولا ينسكه فيجيب الانتباه لهذا الأمر فلا تحفظ التغييرات على الملف الأصلي إلا إذا أردت القصة فعلاً إن أعجبك الفيديو ادعمه بلايك إن كنت من هوات برنامج Word اشترك بالقناة وفع جرس تنبيهات السلام عليكم